قبل ما اطلع الفصل عايز اقول لكل الجماهير اللي بيتابعنا في كل مكان بكرة ان شاء الله هيكون المؤتمر الصحفي للأهل وسيمبا سيمبا التنزال على فكرة وصل القاهرة خلاص وبيستعد في 48 ساعة النهاردة وبكرة للقاء الأهل يوم ألا الثلاثاء ولكن بكرة ليلة المباراة ففي رولز معينة وإجراءات معينة من الشركة المنظمة للبطولة فبكرة ان شاء الله المؤتمر الصحفي لسيمبا هيكون الساعة 12 الظهر في استاد القاهرة والمؤتمر الصحفي للنادي الأهل هيكون الساعة وحدة الظهر أيضا في استاد القاهرة فمؤتمر الصحفي سيمبا الساعة 12 والأهل هيكون الساعة وحدة بعديه بساعة التدريب سيمبا هيكون على استاد القاهرة الساعة 5 هيتمرن التدريب الأساسية ليه على ملعب المباراة الساعة 5 بتوقيت القاهرة وأول 15 ديئة مفتوحة لكل وسائل الإعلام الساعة 6 الأهل هيتدرب ولكن مش في استاد القاهرة الأهلي بكرة هتضرب الساعة 6 في ملعب مختار التتش بالجزيرة ده توقيت ملعب أو توقيت تدريب النادي الأهلي على فكرة قبل بداية تدريب كل فريق في ربع ساعة كده ميديا أوبن داي يوم مفتوح للإعلام لإجراء لقاءات مع اللاعبين والاجهزة الفنية ربع ساعة قبل مران سيمبا وربع ساعة قبل مران النادي الأهلي فدي بكرة الموعيد المتعلقة بالمؤتمرات الصحفية وموعيد تدريبات الفريقين وكلنا عارفين المباراة بالتأكيد هيدرها الحكم الكنهولي جون جاك ندالة هذا الحكم للفترة الأخيرة كان معين لأكتر من مباراة ولكن بيتغير في اللحظات الأخيرة يعني أنا أأكد على معلومة اللي قلتها من حوالي شهر ونص لما رشحوا حكام لمباراة السوبر ما بين الأهل والتحاد العاصمة كان الحكم الأبرز لإدارة هذه المباراة كان الحكم الكنهولي جون جاك ندالة ولكن كالعادة بتتدخل بعض الأطراف من أجل مجاملة بعض الأعضاء فتم تسكية الحكم الجابوني بير أتشو بير أتشو اللي موجود دلوقتي في مباراة السوبر ليج حكم لسه صغير ولكن في دفعة قوية لعدد من الحكام ما عندهمش خبرات لسه قدامهم وقتا لما يخشوا على المباراة الكبيرة ولكن الجابون بتزوق شوية الكنهول ديمقراطية بتحاول تزوق شوية هتلاقي في موريتانيا برضو في زقة شوية هتلاقي في ليبيا في زقة شوية يعني أنا زي ما قلت الموضوع ده مباراة حتى أنا بتكلم مع كبت النصر عباس ولكن الموضوع ده شائع جدا وهتكلم في الفترة اللي جاية لأن الأخطاء والمشاكل التحكمية هنباراة مطشي الأهلي هنباراة مطشي بيترو أتليتكو ومع ماموريدي سانداونز وضرب الجزاء حسبها الحكم الليبي هي هي نفس اللعبة ويمكن لعبة قهربة في مطشي سينبا كانت أوضح كانت أوضح ومع ذلك اختلفت المعايير رغم أنه هم هم الحكام اللي كانوا في معسكر واحد من حوال 4 ايام في أبيتجان هم هم ولكن المعايير مش عارة بتختلف ليه عموما ملف التحكم ده أكيد جاي وقته في الفترة اللي جاية لأن الحكام دول معنا في دور الأبطال على فكرة لما تستانى في المباراة في شهر نوفمبر اللي جاي هم هم نفس الحكام لأنه خلاص القرار دلوقتي حكام دول لازم يديروا ولازم يكون موجودين في أهم المباراة وحكام الخبرة مش هتلاقيهم كتير هتلاقيهم مستبعدين شوية ولو حكم مصر في إفريقيا أخطأ ما بتلاقهوش خالص ما بتلاقهوش فالملف ده أكيد جاي وقته في الفترة اللي جاي لكن كان مهم جدا نقول لحضراتكم مواعيد التدريبات ومواعيد المؤتمرات الصحفية عشان نسمع كولر بيفكر ازاي وهيتكلم ازاي عن المباراة وكمان مدرب سيمبا التنزاني بيفكر ازاي في لقاء العودة خاصة انه على عرضه راجع بنتيجة تقد تكون سلبية ليه بنسبة كبيرة ولكن على فكرة القرى فيها مفاجآت فلازم يبقى عندنا حرص كبير جدا في لقاء العودة عشان نتخطى موقعات سيمبا التنزاني